قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مدريات الأمن لأصحاب أبناء الشهداء في بداية العام الدراسي الجديد ويأتي ذلك تأكيدا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة تتظل دوءا وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون بها كأروع مثال في التضحية والفداء في تقليد سنوي ذو طابع إنساني تحرص عليه وزارة الداخلية أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة واستحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد وهو مشهد يعكس الاهتمام الكبير بأسر الشهداء والتقدير للتضحيات التي قدمها آبائهم لينعم الوطن بالأمن والاستقرار الذي مهد الطريق للبناء والتنمية نحو تأسيس جمهورية جديدة حيب أشكر وزارة الداخلية إنه هما دايماً فاكريننا ومعينا النهاردة أول يوم مدرسة وجايين يوصلوا أحمد وده بيحصل كل سنة والحاجة دي تخديه طبعاً فرحان ومبسوط وحاسس إنه هو صحاب بابا دايماً معي وفاكرينه ومش نفسينه وحيب أشكر سيادة الرئيس على توجيه الدائم براعية أسر الشهداء والأخاص لأولادهم ات يا بلد الدنيا زية فقطاتي مسئولية جلبوا يا زر عخية يا ابني لما تحبها حب الطميل لو هدفحك عمري ليكي نشق قليل علموني إني منجرش الجديد لو حياتي تملى حلمك ابقى لفيني معلمك ابقى بي اسمي معلمك ابقى يقولي إنه ابنك كان قصير اسمي مصري يبقى مش مفروض أخير اسمي مصري يبقى مش مفروض أخير عارف إني بقول كلام هايباً كبير رغم سني يخطو أبناء الشهداء خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد مع ترحيل كبير بهم عند دخولهم المدارس من زملائهم والعاملين بهذه المدارس تأكيداً على أن مصر لا تنسى من ضحى من أجلها ابن الشهيد هو ابننا كلنا فإحنا كلنا لازم نكون متواجدين معاه كلنا متضامنين معاه كلنا بندعمه رئيس عبدالفتاح السيسي هو الزباط مشكورين طبعاً بيعملوا كل اللي هما يقدروا عليه معنا وإحنا والله العظيم مش عارفين نعمل معهم إيه يعني ومصراحة بيعملوا كل حاجة اللي يقدروا عليها معهم إحساس طبعاً جميل اللي هو أنت مش لوحدك دي الفكرة أنت واقف قدام مثلاً بتاع 400 طالب تبكرم حس أن أنت ليك حاجة تعتز بيها ليك شهادة أن أنت أنا والدي شهيد إني مصري يبقى مش مطرولة خال إنتي أغلى عندي مني دعتراض ياللي منك خد تقمتي رغم كل الصعب قمتي عيشي دايماً يا حبيبتي حتى لو هنبت عشاني للألام لو هنبت عشاني لكي نشق قليل علموني إني منجرش الجميل لو حياتي تملى حلمك تبقي لفكيني بعلامك تبقي إسمي بقلبك تبقي قولي إن ابنت كان قصير إسمي مصري يبقى مش مطرودة خال إسمي مصري يبقى مش مطرودة خال عارف إني بقول كلام هيباً كتير رغم سني لسا عندي كلام كتير كت يا بلد الدنيا ديّة وبكتابي مسئوليّة جلبوا يا زرع خيّة يا بني لما تحبها حب الزمين سعيدة النهاردة بوجود وزارة الداخلية كلها معانا النهاردة بتكريم ولادي الشهيد وكل، مش دي أول سنة لا دي كل سنة وطبعاً بشكر سعيدة الرئيس عبدالبتاح السيسي دور وزارة الداخلية اليوم دوت وتقديم الطفل ودخول المدرسة ده الواحده بيحفظ الطفل جداً بيعوضه مش هقوله بيعوضه حاجات كتير بس على الأقل فيه تقدير معنوي تقدير اجتماعي قدامه قدام زميله مشهد استحابي أبناء الشهداء إلى مدارسهم يتقرر في كل المحافظات وهذه الصور الإنسانية من حفاوة الاستقبال تؤكد معها للرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لأسر الشهداء على كافة المحتويات بخاصة الاجتماعية والمعنوية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وتحمل أسرهم يعكس إيمانهم بعظم التضحيات وقيمة الوطن وأبناء الشهداء موضع رعاية واهتمام الجميع انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه الشهداء وأبنائهم وستظل وزارة الداخلية تقدم لهم الرعاية والدعم والمساندة اشتركوا في القناة